الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبناء طلاب شركة آفاق التعليمية حياكم الله جميعا بكل خير طلاب صف ثالث متوسط معكم الأستاذ رفاعي وهبان النهاردة هنتكلم على موضوع في منتهى الأهمية ألا وهو موضوع كيف تحل مسائل مادة الفيزياء طبعا ده خاص بصف ثالث وإن شاء الله لما تطلع ثانوي حيكون موضوع في غاية الأهمية تعالى بس كده سريعا نتعرف على تعرفات مهمة في مادة الفيزياء وفيما يتعلق بقوانين السرعة والتسارع أول حاجة كيف نفرق بين السرعة والسرعة المتجهة والتسارع السرعة تعرفها هي المسافة التي يقطعها جسم ماء في وحدة الزمن طيب أنا لما جتكلم عانا على قانون السرعة السرعة تساوي المسافة قسمة الزمن وبالتالي وحدة قياس السرعة متر لكل ثانية السرعة المتجهة هي نوع من أنواع السرعة لكن السرعة المتجهة بتكون كمية متجهة يعني لا يلزم لمعرفتها تحديد مقدار والاتجاه أما التسارع فهو بيكون تغير في الزمن تغير في السرعة بالنسبة للزمن تعالوا نشوفوا المسألة الأولى دية أول مسألة عندي إذا احتاجت وأنت تركب دراجاتك إلى 30 دقيقة هذا هو الزمن للوصول إلى بيت صديقك الذي يبعد 9 كيلو مترات فما مقدار السرعة المتوسطة؟ عايزين نحسب السرعة المتوسطة اللي أنت تحركت بيها وأنت تركب الدراجة بتاعتك المعطيات المسافة عندي 9 كيلو متر هنا مديني الزمن بـ 30 دقيقة طيب أنا لو عايز أحل مسألتي وأحل مسألتي وتطلع معايا مظبوطة لازم أحول دقيقة إلى ساعة ليه؟ لأن أنا عندي هنا بتكلم على الكيلو متر الكيلو متر دي وحدة قياس كبيرة فلازم يكون وحدة قياس تعدل لها بالنسبة للزمن هي الساعة عندي هنا 30 دقيقة عندي 30 دقيقة إزاي أحولها الساعة؟ إحنا اتفاجنا يا شباب اتفاجنا يا شباب طالما هنحول من الصغير للكبير نعمل إيه؟ يا سلام عليكم نقسم على ستين عشان أحول من دقيقة لساعة لما أقسم 30 على ستين يطلع لي خمسة من عشرة ساعة تمام؟ طيب القانون اللي عندي بتاع السرعة السرعة تساوي المسأفة على الزمن يعني أنا عندي تسعة كيلو متر على خمسة من عشرة اللي هو نصف ساعة يساوي تمنتاشر كيلو متر لكل ساعة تمام كده يا شباب يبقى أنا زي ما اددتكم النصايح جاب لي كده نصايح مهمة جدا في حل المسائل رقم واحد أن انت تطلع المعطيات صح جاب لي كده وشيء مهم برضو أن انت تقرأ المسألة صح لأن المسائل في المادة الفيزياء بيكون عليها عامل كبير تالت شيء وهو شيء مهم جدا أن تحفظ القانون لأن لو حفظت القانون فده شيء هيسهل عليك يبقى رقم واحد تقرأ المسألة صح تتبع المعطيات صح تكون عارف القانون صح أي مسألة إن شاء الله إن شاء الله بتكون سهلة بالنسبة لك طيب تعال نشوف المثال اللي هو تحت رقم واحد ده يقول لك تقطع طائرة 1350 كيلو متر في 3 ساعة عايزين السرعة المتوسطة تمام طيب إزاي يطلع السرعة المتوسطة ممتازية أعمل إيه أولا المسافة عندي بتساوي كام 1350 صح طيب والزمن خلاص الزمن هنا بالساعات خلاص يبقى لا أحول يبقى أنا عندي أقول القانون العين اللي عايز يكتب ورا يكتب العين تساوي الفاء على الزمن أو الفاء قسمة الزمن يبقى 1350 على ثلاثة يساوي 450 كيلو متر لكل ساعة ودي المسألة الأولى طيب بالنسبة للمسألة الثانية حدد السرعة المتوسطة بوحدات كيلو متر في الساعة شوفوا يا شباب المسألة دي تخلي بالكم منها كويس جدا كيلو متر لكل ساعة لمتسابق يقطع مسافة 5 كيلو متر في 18 دقيقة يا سلام عليك سمعت طالب بيقول يا أستاذ لازم نحول من دقيقة إلى ساعة ممتاز يبقى هعمل ايه المسافة تساوي 5 كيلو متر خلاص مضبوطة أما الدقيقة هكسم 18 على 60 18 على 60 الرقم اللي هيطلع هيبقى عندك بي هود الزمن بس هيطلع عندك بالساعة تاخد المسافة اللي هي 5 كيلو متر تقسمها على الرقم اللي طلع لك في المسألة يطلع لك السرعة المتوسطة بوحدة كيلو متر لكل ساعة طيب هذه المسائل المحلولة برضو السرعة تساوي المسافة قسمة الزمن السرعة السرعة هنا بمتر على الثانية شوفوا يا شباب الفرج بين المسائل دي والمسائل اللي قبل هنا السرعة بمتر على الثانية تمام هناك كان بكيلو متر لكل ساعة لكل ساعة هل ينفع ان انا اعمل كل متر لكل ساعة؟ لا هل ينفع اعمل متر لكل ساعة؟ لا لبا وحدات صغيرة مع وحدات صغيرة وحدات كبيرة مع وحدات كبيرة وهكذا تحل المسائل طيب نجي للمسائل تانية يعني المسائل اللي احنا اخدناها قبل كده على السرعة المتوسطة او السرعة عموما يعني وطالما يا شباب لم يذكر السرعة المتجهة لم اكتبش اتجاهي في المسائلة يعني اسبعاز السرعة المتوسطة خلاص اقول كيلو متر لكل ساعة او متر لكل سانية وما اكتب الاتجاه لكن لو طلب السرعة المتجهة لازم يا شباب نكتب الاتجاه هنا بيقول لك دفع كتاب كتلته 2 كيلو جرام من على سطح المكتولة اذا كانت القوة المحصلة المؤثرة في الكتاب تساوح 1 نيوتين فما التسارع خلاص سهل الموضوع جرينا المسألة كويس طلعنا من المسألة الكتلة بتساوي 2 كيلو جرام والقوة المحصلة اللي هي بتساوي ممتازين 1 نيوتين ده يخص من يا شباب ممتازين قانون نيوتين الثاني يبا التسارع بيساوي 1 قسمة 2 يعني يساوي 5 من 10 متر لكل ثانية تربيع ده المسألة الأولى سهلة جدا دي بيسموها في الفيزياء مسائل مباشرة طيب المسألة رقم 2 احسب القوة المحصلة هنا عايزين القوة المحصلة هنا عكس المؤثرة في كرة بيسبول كتلتها 15 من 100 كيلو جرام إذا كانت تتحرك بتسارع Wednesday هنا أعطاني تسارع هنا أعطاني التسارع أستخدم نفسي القانون لكن هنا بدل ما بدل منا كنت محتاج التسارع هنا محتاج القوة المحصلة القوة المحصلة تسوي ish تمام القوة المحصلة تسوي الكتلة ضرب التسارع يبب اضرب 15 من 100 ضرب 40 ساوي 6 نيوتن بعد كده الزخم يا شباب الزخم ده احنا اخدناه قبل كده الزخم يساوي ها يا سلام الكتلة في السرعة عايزين زخم دراجة كتلتها 14 كيلو جرام تتحرك بسرعة 2 متر على الثانية نحو الشمال يا شباب تركز جدا على كلمة نحو الشمال لان نحو الشمال دي في نهاية المسألة انت مطالب ان انت تكتبها لان انت لو ما كتبتهاش بيخصم عليك درجات يب انا كده جاريت المسألة بطلع معطياتي الكتلة تساوي 14 كيلو جرام السرعة المتجهة 2 متر على الثانية شمالا ازاي يحسب الزخم الزخم يساوي الكتلة في السرعة تمام وانت ان شاء الله يعني حاول وانت مبتدئ كده في الفيزياء ان انت تكتب كل رقم جنبه وحدة القياس يعني 14 كيلو جرام والسرعة 2 متر على الثانية لكل شمالا متر لكل ثانية شمالا يبقى تساوي 28 كيلو جرام في متر على الثانية هذه هي وحدة الزخم وتكتب شمالا علشان يبقى انت كده حددت الزخم اللي تحركته الدراجة تمام يا شباب تمام لان الزخم يعتبر كمية متجهة طيب المسألة رقم واحد اذا تحرك كتار كتلته اعطاني الكتلة 10 تلاف كيلو جرام نحو الشرق يا سلام نحو الشرق يعني لازم تكتب في نهاية المسألة ايش نحو الشرق ممتاز بسرعة مقدرها 15 متر كل ثانية احسب زخم القطار خلاص الزخم كده سهل الزخم يساوي الكتلة ضرب بالسرعة يبقى الكتلة 10 تلاف في 15 متر على كل ثانية يطلع بكم خمستاشر الف كيلو جرام لكل ثانية خمستاشر كيلو جرام في متر لكل ثانية شرقا ممتازي لازم شرقا مسألة رقم اتنين عزن الزخم برضو الكتلة عند 900 كيلو جرام نحو الشمال بسرعة 27 متر كل ثانية يبقى اجيب الزخم اضرب الكتلة اللي هي 900 كيلو جرام ضرب 27 يطلع عندي الرقم اللي يطلع عندي يبقى بالكيلو جرام في متر لكل ثانية شمالا ممتازين يا شباب ركزوا يا شباب على حل المسائل لان حل المسائل ده مهم جدا حفظ القوانين مهم جدا قانون السرعة قانون التسارع قانون الزخم قانون نيوتن الثاني كل الحاجات دي يا شباب مهم جدا في ازاي احل المسائل والامر ده مهم جدا زي ما ذكرت سابقا وانا بشرح ان الامر ده مهم جدا ليك ان شاء الله بتدرس مادة الفيزياء في الثانو نرجو ان تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة وان شاء الله على امل بلقاء بكم قريب كان معكم الستاذ رفاعي وهبان من منسوبي شركة افاق التعليمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة